أهلا وسهلا بحضركم من جديد والفقرة الحوارية الأولى من برنامج الأهل الليلة واللي بيشرفني بينورني فيها كاتب صحفي قدير يعني اختفى عننا شوية لمن اللي فاته لكن بالتأكيد بنسعد لما بيكون معانا على شاشة قناة النادي الأهلي الكاتب الصحفي والناقض الرياضي الأستاذ إهاب الخطيب زكا بفضل أهلا بيكوز محمد مبسوط أني موجود معاك ودائما مبسوط وأنا موجود على قناة الأهلي وحشتنا الأول كان فيه متش الإزماء اللي فات بها طيب أول حاجة هيا زي أبدأ معاك الحمد لله الأهلي تخطى مرحلة الدور المجموعات الدور الستاشر وده طبيعي أننادي الأهلي دايما بيكون موجود في المراحل النهاية لكن شفت انطلاقة الأهلي في دور المجموعات وصوله لمرحلة الدور ربع النهاية مواجهة سانداونز تحديدا كمان برؤيتك كده الصحفية والإعلامية إزاي قيمته وشفت كل هذه الأحداث شفت أن الأهلي كالعادة بيسبح في حتة الوحدة تماما عليه ضغوط من كل ناحية سواء ضغوط المشاركة ضغوط المباراة المحلية ضغوط المباراة الدولية الروتشن الإجباري بتاع كل سنة سيداني لو رجعت كل سنة في نفس الوقت هتلينا بلقول نفس الكلام مع متغيرات تغيير اسم الفرقة في أفريقيا تغيير الملعب اللي هتلعب فيه إنما هي نفس الظروف إصابات نجوم الفرقة ما بيقوش معك في المتشاط المهمة والمتشاط اللي انت هتلعبها هتلاقي تجهيز أكتر من اسم ارجع في أي وقت في العشر سنين اللي فاتوا هتلاقي نفس الجملة فلان وفلان متصابين فلان وفلان بيتجهزوا المباراة كذا حتى عنوان اللي ده متقيل اللي هو مستشفى النادي الأهلي ده تلاقيه برضو كل سنة في نفس الوقت بيكتب نفس العنوان ونفس القصة هو الدكتور ولا مدرب الأحمال هتفضل تتكلم في نفس القصة لكن عشان نبقى احنا واضحين دايما فيها ظروف عشان كده دايما بتقولك ان قيمة النادي الأهلي بتعمل روتشن إجباري فيلر ماشي بشكل كويس في المسابقة المحلية ماشي بشكل كويس في المسابقة الأفريقية ممكن يبقى عندنا اختلافات شوية مع فيلر في تغييراته في عدم اعتماده على أفشف بعض المباراة ودايما يبقى هو التغيير التغييرات بقت معهودة في أكتر من المباراة هما هما نفس التغييرات طبعا لما بتقفل المباراة بتغييرات عملت معك نتيجة من الأجدى أن تبدأ المباراة اللي بعدها بتغييرات بنفس التغييرات اللي انت قفلت عليها لعملت نتيجة لأنه ما بقاش سحر ولا قدرات أنك تقرر نفس القصة ونفس القصة تجيب معاك في مباراة الأهلي وقف قدامها كتير أخيرا مباراة بيرامدز تتلعب فرقة كبيرة فرقة تقدر تقيس عليها فده يعني باختصار واللي حصل في الفترات اللي فات يا محمد فده بينعكس كل سنة عن التانية عنها باختلاف أسماء المصابين وأسماء الفريق اللي هتقابله لكن هي هي ويبقى الأهلي دائما المرشح الأول للبطول اللي بيشارك فيها رغم كل هذه التفاصيل طبعا طبعا